بسم الله الرحمن الرحيم هناك ميزة رائعة جدا في القرآن أن كل سورة من سور القرآن 114 خصص له الله كلمات وضعها في هذه السورة لا تتكرر أبدا في أي سورة من سور القرآن وهذا القانون اللغة والهندسة ينطبق على كل سور القرآن وسنأخذ كمثال على ذلك أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر الآية الأولى إن أعطيناك الكوثر فيها كلمة أعطيناك وكلمة الكوثر لم تذكر إلا في هذه السورة على مستوى القرآن فصلي لربك وانحر فيها كلمتان فصلي وكلمة انحر أيضا لم تذكر إلا في هذه السورة إن شانئك هو الأبتر فيها كلمتين شانئك والأبتر لم تذكر إلا في هذه السورة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله